كما وجه الرئيس السيسي تحية لأرواح الشهداء والمصابين مما انضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن مشيرا إلى أن جهودهم وبطولاتهم ستظلوا دائما في الذاكرة وتحية أيضا مملوئة بأسماء آيات التقدير والاعتزاز إلى أرواح الشهداء تلك الشموع المضيئة التي اختارت الخلود في السماء على البقاء في الأرض وإلى أسرهم التي عانت وتحملت فراقهم من أجل الهدف الأعظم وهو بقاء مصر مرفوعة الرأس ولكن تبقى مصر هكذا ولكي تبقى مصر هكذا لابد أن نستحضر الروح التي بثها فينا أبناء الوطن الشرفاء